أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين ومتابعين قناة السومرية العراقية الفضائية بحلقة جديدة من برنامج بايوتك حلقتنا اليوم مهمة وجداً ممتعة وبقويانا Urinary Tract Infections أو التهابات المسالك البولية من أكثر الالتهابات شيوعاً وأكثرها إزعاجاً التهابات المسالك البولية هو أي التهاب يصيب أي منطقة أو أي جزء من أجزاء المسالك البولية بالعادة يصيب النساء أكثر من الرجال كون الأحليل أو المجرى البولي عند النساء أقصر من عند الرجال منها الالتهاب الحاد اللي يصيب الشخص لمرة واحدة وبعدين يتعالج ومنها المزمن اللي يكون جداً إزعاج كونه يتكرر بفترات قصيرة ولمرات كثيرة تختلف أعراض التهابات المسالك البولية باختلاف المنطقة المصابة ولكن بشكل عام كلها رح تكون مصاحبة الألم بالبطن آلام بالحوض تغير بالإدرار كأن يكون حاجة ملحة إلى التبول بكميات قليلة ولكن متكررة وأيضاً ممكن يصير أكو تغيير بلون الإدرار كتغيرة إلى اللون الأحمر كدلالة على وجود الدم وأيضاً ممكن نصاحب هذا الموضوع وجود رائحة كريهة بالإدرار وإذا كان الالتهاب حاد أو واصل إلى الكليتين فرح تصاحب الأعراض آلام شديدة بمنطقة الظهر والجوانب وأيضاً ممكن نصاحبها ارتفاع شديد بدرجات الحرارة تقيؤ، غثيان، تعب وإرهاق عام أسباب التهاب المسالك البولية جداً مختلفة ولكن أشياءها هو وجود البكتيريا المعروفة بالإيكولاي بالجهاز الهضمي اللي ممكن تنتقل بكل سهولة من فتحة الشرج إلى المسالك البولية ومثل ما ذكرنا فهذا الموضوع رح يكون أسهل وأكثر شيوعاً عند النساء من عند الرجال أيضاً طريقة ثانية لانتقال التهاب المسالك البولية هو عن طريق الممارسات الجنسية سبب ثالث هو انقطاع الطمث أو فترة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية فانخفاض هرمون الأستروجين عند النساء رح يسوي فالتغيير بالمسالك البولية لخليها تكون أكثر أرضاً لأم أكو بعض النقاط اللي لازم نتباحها حتى نحاول نتجنب قدر الإمكان حدوث التهابات المسالك البولية أول نقطة هو شرب الماء بكميات كل الشبيرة هذا الشيء رح يساعد على تخفيف البول وأيضاً تنظيف المسالك البولية النقطة الثانية هو التبول عند الحاجة أو عدم حصر الإدرار بالمثانة لفترات جداً طويلة النقطة الثالثة هو طريقة التنظيف أو العناية بعد استخدام الحمام النقطة اللي بعدها هو استخدام بعض المواد الكيميائية اللي تستخدمها النساء كطريقة للعناية بالمنطقة الحساسة اللي تحتوي على هواية مواد كيميائية ممكن تأثر سلباً على هاي المنطقة موسيقى 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 كل هاي الأسباب اللي ذكرناها هي من عوامل الخطورة اللي ممكن تأدي للتهابات المسالك البولية فعند الإحساس بأي من هاي الأعراض لازم نراجع الطبيب حتى يوصف لنا العلاج المناسب حتى نتخلص من هاي الالتهابات بأسرع طريقة من أكثر الأشياء خطورة والأكثر الأشياء شيوعاً المعروف أنه يسببها مرض السكري هي تلف الأوعية الدموية وتلف العصاب الطرفية مما يؤدي إلى قدم السكري خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ويأحد الأطباء الأخصائيين مرض السكري من المشاكل اللي يصيب لأصحاب هذا المرض هو داء السكري داء قدم السكري قدم السكري تعريف بسيط عنه قدم السكري هي حالة مرضية تصيب المرضى المصاحبين لداء السكري قدم السكري معروف قديماً وتم تشخيصه وهذا يتزامن مع مرض السكر هل جميع مرض السكر يعانون من قدم السكري؟ أكيد لا وأن الناس يقولون عني عندي داء السكر لكن الحمد لله ما عندي مشكلة بأقدامي هذا نتيجة حرصك ونتيجة اهتمامك بصحتك وبنفسك هذا حافظ لك على أقدامك إحنا ليش دائمنا نركز على داء السكري ومرض القدم السكري؟ لنممكن لا سامح الله عدم الاهتمام بالمرض أو بقدم السكر يؤدي للأسف في حالات كثيرة إلى البتر نعم ممكن البتر حتى يوصل لحد الركبة أعراض مرض السكري هي معروفة لدى الجميع لكن اليوم راح نتكلم عن أعراض قدم السكري وأسبابه أسباب قدم السكري تتلخص فيه ثلاث أسباب الأولى هي ضعف العصاب المحيطة اللي هي من تشرب الجسم مع تفاقم المرض ومع تقادم المرض السكري هذا راح يشي يولد يولد ضعف في الإحساس بالألم فيطر يعني العفوا المريض السكري من راح ينجرح في قدمه راح يسبب له جرح هذا جرح ممكن يلتهب ويتطور إلى قدم السكري السبب الثاني هو اللي ممكن أيضا ضعف الدورة الدموية ووصول الدم إلى الأطراف السفلية هذا أيضا راح يولدنا تقرحات وجروح في القدم السكري السبب الثالث هو عدم الاهتمام بمعدل السكر يعني نسبة سكر الدم يعني إنسان ما يهتم بصحته ارتفاع نسبة السكر في الدم هذا راح يولدنا إلى ممكن أنه نتيجة تكون حتمية يؤدي إلى قدم السكري طرق الوقاية أولا هي الاهتمام دائما بصحتك بصحت المريض بصورة عامة أنه يحافظ على سكرة وسكرة تراكمي سكرة تراكمي اللي هو ينطينا صورة وفكرة من الشهرين إلى ثلاثة عن نسبة السكر في الدم التزامك بمعدلات السكر في الدم طبيعية أو قريبة طبيعية هذا راح يحافظ لك بالدرجة الأساس على أقدام سليمة أيضا من ضمن الوقاية والالتزام والحماية من هذا المرض هو الفحص الدوري دائما ننصح مرضى السكري بإجراء فحصات دورية هذه الفحصات الدورية هي الثلاث عناصر مهمة فحص العصاب وفحص النظر وفحص وظائف الكلة جدا مهمة من ضمنها هي فحص العصاب هذا الفحص العصاب راح يتولد لنا فكرة عن مدى فعالية العصاب المحيطة عند الإنسان تلف هذه العصاب يؤدي إلى فقدان الإحساس بالألم راح ينجرح للمصاب أو المريض ما راح يحس بالألم ما راح يحس أنه هناك جرح راح يطور هذا الجرح إلى مرض قادم السكر من النصائح الأخرى حتى أنه نمنع الإصابة هذا جدا مهمة وهي تقع على عاتق المريض والمصاب صراحة دائما ننصحها أنه يوميا يفحص أقدامه يوميا ينظر بين أصابيعه يبحث عن جروح يبحث عن خدوش لأن هذه الجروح والخدوش مهما كانت بسيطة حجمها أو مهما كانت ممكن تافه في نظر الإنسان هي هذه أسبابها هي هاي راح تولدنا قدم السكري وتأدي إلى تقرحات لا سمح الله وممكن إلى قنقرين وممكن إلى أيضا بتر ينقسم قدم السكري إلى عدة أنواع منها البسيطة ممكن جرح بسيط وممكن علاجه وممكن تقرحات أيضا ممكن علاجه ممكن لا سمح الله تطور إلى القنقرين وهذا من الصعب أنه علاجه ولا سمح الله الله يشفيكم الشر ويشفينا ممكن أنه تطور إلى بتر نعم بتر أطراف سفلة مثل ما قلنا أنه الوقاية هو العلاج جدا مهمة العلاج يعتمد على درجة التقرح أو درجة القدم السكري الموجودة إذا كانت جرح بسيط هذا يحيكون علاجه شي بسيط بالأدوية التي تصرف من الطبيب المختص حصرا إضافة إلى التعقيم بالمواد الطبية التعقيم اليومي الأدوية هي ممكن أن تكون منشطة للأعصاب المحيطة أدوية منشطة للدورة الدموية مثل ما نعرف لما يكون هناك جرح في جسم الإنسان يحتاج إلى وصول دم أكثر حتى يؤدي إلى عملية شفاء أحسن أفضل وأسرع هاي العناصر المهمة إذا توافرت راح تمنع المصاب بمرض السكر وداء السكر أن تطور إلى قدم السكر وراح يتجنب أنه هاي المضاعفات وراح يتجنب لا سمح الله أنه تصير عند أي مضاعفات من عدها البتر أو من عدها ممكن تقرحات مؤذية وممكن أنه تصيبها بعاهة أو عوق مستدين أدكم العافية يا رب أرجو أن يكون هذا الشرح وهذا الإيجاز مفيد لكم ودمتم بالصحة وعافية يا رب فتقة السرة هي مشكلة يعانون منها كل شيء هواي ناس ومنفس الوقت يحملون علاجها خلونا نشوف شن هو فتقة السرة وليش أصلاً يتكون بعد الولادة وعند حديثي الولادة رح يتكون هذا الموضوع بصورة جداً شائعة وجداً شبيرة وهواي أطفال رح يعانون من عنده ممكن هذا الموضوع يكون كلش مواضح أو مو كلش مبين عند الأطفال ولكن بمرور الوقت من يبجي الطفل من يصرخ أو أي شيء ممكن يسبب ضغط داير ما داير منطقة البطن عند الطفل رح تبدي تظهر عندها هاي الأعراض ورح تبدي الأم تنتبه إلى وجود فد انتفاخ معين بمنطقة السرة ببطن الطفل ولكن هذا الموضوع عند الأطفال عادة يكون طبيعي وأمر جداً شائع ما رح يحتاج إلى تدخل جراحي أو أي علاج فبالغالب بالسنوات الأولى من حياة الطفل رح يرجع كلشي الوضع الطبيعي وتنتهي هاي المسألة ولكن عند البالغين فالمسألة جداً مختلفة وهنا رح نحتاج إلى علاج ورح نحتاج إلى تدخل جراحي حتى نحل هاي المسألة زين شنو الأسباب اللي ممكن تخلي الفتق يصير عند الشخص البالغ من أهم الأسباب هي الزيادة المفرطة بوزن الجسم اللي رح تسبب ضغط على منطقة البطن وبالتالي تأدي إلى الفتق السبب الثاني واللي يكون جداً شائع هو الحمل المتكرر والولادات المتكررة اللي أيضاً رح تسبب ضغط على منطقة البطن بالتالي تسبب الفتق السبب الثالث اللي أيضاً جداً شائع هو وجود مرض معين بالكبد اللي يسبب water retention أو احتباس سوائل وبالتالي يسبب أيضاً ضغط بمنطقة البطن وبشكل عام فحمل الأوزان الثقيلة بطريقة غير صحيحة وبشكل مفاجئ أيضاً ممكن يسبب ضغط على هاي المنطقة الضعيفة أو هاي العضلة الضعيفة ورح يسبب أن الفتق كل شهوية ناس من يكون عندهم نوع من أنواع الفتق ما يشوفون أنه أكو داعي أنه يعاجون المشكلة أو يتخلصون منها عن طريق القيام بعملية جراحية ولكن بالحقيقة فالمضاعفات اللي ممكن تنتج عن طريق الفتق ممكن تكون جداً خطيرة وحتى تأدي إلى الوفاة فبشكل عام عند حدوث الفتق جزء من أجزاء الأمعاء رح يفوت بهاي المنطقة الضعيفة وينحبس بها وهذا الشيء ممكن يأدي إلى أنحباسها وقطع مجرى الدم عنها فانقطاع مجرى الدم عن هاي المنطقة من الأمعاء رح يسبب موت أو تلف بهاي الأنسجة ماكو في الطريقة معينة ممكن تخلينا نبتعد مية بالمية عن الإصابة بالفتق ولكن أقو بعض العوامل اللي جداً مهمة ويكون لها تأثير جداً مباشر عن الإصابة بهذا الشيء وأكيد من أهم هاي العوامل هو تخفيف الوزن الزائد والحفاظ على نظام حياة صحية مثل الأكل الصحي ومارسة الرياضة بشكل مستمر التوحد أو الذاتوية هو نوع من أنواع الاضطرابات التابعة لمجموعة الاضطرابات في التطور واللي تعرف بالأوتوزم سبكترم ديزوردر هذا الشيء ممكن يظهر على الطفل بالعادة بعمر الرضاعة أو قبل ما يوصل الطفل لعمر ثلاث سنوات وبالرغم من اختلاف أعراضها وأشكالها من طفل الثاني ولكن بشكل عام كل الأطفال رح يعانون من صعوبة بالقدرة على تكوين علاقات مع المحيطين بهم وأيضاً التواصل أو اللغة أو السلوك بشكل عام وبالرغم أنه لحد الآن ما كفد علاج نهائي للتوحد ولكن الكشف المبكر أو التشخيص المبكر ومحاولة علاج الحالة بصورة مباشرة وبصورة جداً سريعة رح يحسن من حالة الطفل وسلوكه بالمستقبل كل الأطفال المصابين بالتوحد رح يعانون من صعوبات بثلاث أشياء أساسية العلاقات الاجتماعية المتبادلة اللغة والسلوك وكل ما كبر الطفل كل ما رح تبدي الصعوبات تظهر عنده بصورة أكبر فكل ما كبر وكل ما وصل السن البلوغ رح يكون أكثر استعداداً أنه يكون علاقات ويندمج مع محيطة فبالتالي رح تبدي اضطرابات السلوكية واللغوية تأثر على الحياته بشكل جداً شبير ومثل ما قلنا فعراضة وأشكالها رح تختلف من شخص الثاني أو من طفل الآخر فبعض الأطفال رح يعانون من قدرتهم على التعليم أو قدرتهم على الفهم والدراسة بشكل عام البعض الآخر رح يكونون عندهم نسبة ذكاء جداً عالية تفوق أقرانهم وقسم جداً ضئيل من الأطفال المصابين بمرض التوحد رح يكون عندهم بما يعرف بالتثقيف أو الثقافة الذاتية بما يعني أنه رح يكون عندهم فدمهارات استثنائية ببعض من مجالات الحياة مثل الفن، الرياضيات وغيرها ما كفت سبب معين ممكن يكون هو المسبب الرئيسي لمرض التوحد ولكن نظراً لاختلاف الأعراض والأشكال بين طفل الآخر فهذا الشي رح يرجح وجود أكثر من عامل أو أكثر من مسبب المرض التوحد فقد تكون هذه العوامل البيئية قد تكون هذه العوامل وراثية أو الأثنين معاً وممكن أيضاً جنس الطفل تكون إلى علاقة بمرض التوحد فيعرف أنه الذكور هم أكثر عرضة للإصابة بمرض التوحد من الإناث التاريخ العائلي لهذا الطفل أيضاً يلعب دور جداً أساسي بالموضوع ووجود بعض الإصطرابات وبعض الأمراض الثانية للطفل ممكن تؤديه بشكل كلش شبير إلى ظهور مرض التوحد وبعض الدراسات أثبتت أيضاً أنه الإنجاب المتأخر أو كبرسن الأب أو الأم أيضاً ممكن يكون إلى تأثير أنه الطفل يكون مصاب بمرض التوحد ومثل ما ذكرنا فالكشف المبكر أو التشخيص المبكر لمرض التوحد وبداية العلاج السريعة رح تحسن من جودة حياة الطفل وهي العلاجات رح تشمل علاجات سلوكية، علاجات لغوية وتربوية وتعليمية أما عن طريقة الوقاية فما كفت شيء معين ممكن يتخذوه لأم والأب أو يتخذ الطفل حتى يحمي نفسه من مرض التوحد بعض من الأطفال يقدر يمارس حياته بشكل كلش طبيعي وما رح يأثر عليه هذا الموضوع بشكل كلش شبير ولكن البعض منهم رح يتأثر بالاضطرابات السلوكية واللغوية اللي رح تظهر عنده ورح تأثر على حياته بشكل جداً شبير ستريتش ماركس أو التشققات الجلدية من أكثر الندبات الجلدية إزعاجاً للبنات وحتى للرجال بالحقيقة التشققات الجلدية هي مجرد ندبات بالجلد وما بيها أي تأثير سلبي على صحة الشخص نفسه وبالعادة مشكلتها تكون عبارة عن مشكلة تجميلية أو مظهرية تسبب إزعاج أو نوع من الإحراج للشخص نفسه شنو أسبابها وليش تصير؟ بسبب أن الجلد مالتنا يحتوي على نوع من أنواع الألياف المرينة كثرة الشد أو كثرة تمدد هاي الألياف رح يأدي إلى تمزقها وبالتالي يسبب الستريتش ماركس أو التشققات من أهم العوامل المسببة لهاي التشققات هو خسارة الوزن بنسبة كل شبيرة وبسرعة السبب الثاني هو زيادة الوزن بنسبة كبيرة أو التفاوت ما بين الحالتين بين زيادة الوزن وخسارة الوزن بفترات متقاربة النقطة الثالثة واللي هي الحمل اللي يعتبر من أكثر الأسباب شيوعاً اللي يسببنا التشققات النقطة الرابعة واللي تعد أيضاً جداً شائعة هو استخدام بعض من أنواع الأدوية ولفترات زمنية جداً طويلة مثل الكورتيزون والستيرويدات وغيرها كل شهواية من عندنا تظهر على جسمه وبصورة جداً مفاجئة وبدون أي مسبب بعض الكدمات منهم من يقول أنه هي بسبب أعراض الحزن ومنهم من يقول أنه هي الهافذ مسبب مراضي معين خلونا نشوف شون الأسباب الأساسية اللي تأدي إلى ظهور الكدمات بالجسم تظهر الكدمات عند بعض المرضى على مناطق مختلفة من الجسم لكن عادة ما تظهر على نهايات الأطراف كالكف يعني الجهة الخلفية من الكف أو الذراع أو في الأفخاذ أو السيقان وفي بعض الأحيان تظهر على منطقة الظهر هذه الحقيقة التصبغات وليست كدمات هي التصبغات الجلدية عادة ما يكون سببها نزف تلقائي تحت الجلد لأسباب كثيرة لكنها عادة ما تحدث عند كبار السن وعند المرضى الذين يتناولون بعض المميعات الدوائية مثل مادة البلافيكس أو مادة الأسبرين الخاصة بموضوع مشاكل القلب وشرائين والتجلطات نسبة قليلة من هذه التصبغات الجلدية يكون لها أسباب مرضية نعم الغالبية العظمى أكثر من 90% هي تلقائية وبسيطة ولا تشكل خطر أبدا النسبة القليلة قد تكون مرتبطة بأمراض مثل مرض الكبد لا سامح الله مرض سرطان الجلد أو بعض الأمراض الأخرى في كل الأحوال يجب على المريض التي تظهر لديه كدمات أو تصبغات جلدية قد تكون قطرها يتراوح ما بين أقل من سنتيم إلى خمسة سنتيم مراجعة الطبيب والتأكد هل هذه التصبغات هي نزف تلقائي بسيط أم هي مرض آخر وبذلك يتم اتخاذ الإجراء في حال إذا كانت مرتبطة بمرض أو كانت ثانوية إلى مرض آخر التصبغات الجلدية عادة ما تبدأ بشكل أحمر خفيف ثم تصبح غامقة ثم بعد ذلك تصبح لون بربل أو بنفسجي وبعد فترة من الزمن تتراوح من ثلاث أسابيع إلى شهر ونص تختفي نهائيا من الجلد هذه الحالة منتشرة كثيرا لدى كبار السن المرضى الذين يتناولون المميعات الدموية مثل الأسبرين وغيرها يفضل عدم تعرضهم إلى الهدمات أو الصدمات أو حالات الترومة أو الإصابات لأن هذه الحالات البسيطة قد تسبب إلى نزف قد يطول في بعض الأحيان عند المرضى ويتعلق عادتين بعمر المريض كل ما يكبر عمر المريض كل ما تكثر النزف من هذا النوع وقد يطول إلى فترة أكثر في كل الأحوال نعم يجب مراجعة الطبيب وتأكد هل هذه المشكلة هي مشكلة بسيطة أم هي مشكلة مرتبطة بمرض آخر وصلنا إياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى تكونوا استفاديتوا واستمتعتوا بالمواضع التي طرحناها تظلونا بحلقة جديدة ومواضع جديدة ويايا آني دكتورة فرح الخياط مع السلام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة